السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بحضراتكم في فيديو جديد من مصطلحات جزء عام النهاردة إن شاء الله عندنا أول 14 آية من سورة النازعات طبعا سورة النازعات المقدمة بتاعتها أو البداية بتاعتها يعني صعبة حتى في العرب فإحنا عندنا نهاردة مصطلحات كتيرة جدا وعندنا مقدمة أصلا للآيات فحاول تركز عشان المصطلحات كتيرة اللي نستخدمتها في الفيديو وإن شاء الله الفيديو هيكون مع النص باللغة الإنجليزية ولكن عشان تكون فاهم المصطلحات اللي نستخدم على الفيديو ركز معي ويريد تجاهزك أشكولك عشان مصطلحات كتير ولازم تكتبها أول حاجة إحنا قلنا إن الـ 14 آية الأولانية أو الـ 5 آية الأولانية دي وصف للملائكة This is a description for the angels يعني ده وصف للملائكة طيب Why the angels؟ يعني ليه ربنا أقسم بالملائكة يعني شميعنا الملائكة لربنا أقسم بيهم في بداية السورة طبعا لأن الإمام بيهم أولا Because belief in them is one of the six pillars of faith الإمام بيهم ده واحد من الست أركان من الإيه من ست أركان الإيمان طيب إيشميعنا هما من أركان الإيمان لإني mentioning their deeds here إن إحنا نذكر الأفعال بتاعتهم هنا refers to the requital ده يشير للإيه؟ للحساب أو للجزاء اللي هما أصلا of which the angels are in charge اللي الملائكة أصلا مسؤولين إيه؟ مسؤولين عنه اللي هو الحاجات اللي بتبقى الوقت اللي هو تلع الروح وقبل تلع الروح وبعد تلع الروح دي كل أعمال بتكون بيها الإيه؟ بتكون بيها الملائكة at the time of death في وقت الإيه؟ في وقت الموت أو الوفاة and before and after that moment وقبل اللحظة دي وإيه؟ ويه بعدها طبعا الأول في حديث عندنا إحنا قلناه حتى الحديث ده معموله في فيديو الواحد اللي هو من أحب لقاء الله يحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه السيدة عيشة بتسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتقول له ايه المقصوب بمن كره لقاء الله لقاء الله مقصوب به الموت لأن لو الموت فإحنا كنا نكره الموت قال لها لا ولكن الملائكة في معامل الحديث الملائكة بتيجي للمؤمن بتبشره قبل ما يموت فهو ما بيشوف البشراء دي بيحب لقاء الله فالله يحبه لقاءه وكذلك الكافر والعزب الله لما بيشوف الملائكة بتبشره بغضب الله وسخطي بيقره لقاء الله فيقره الله لقاءه فالحديث احنا قلنا whoever loves to meet Allah اللي بيحب لقاء الله الله loves to meet him and whoever hates to meet Allah الله hates to meet him دي بقى نحبها لقاء الله يا حب الله وإيه لقاء ومن كره لقاء الله يكره الله لقاءه بالسرعة عيشة بتقول له does hating to meet Allah mean hating to meet death هل معنى نحن نكره لقاء الله معنى نحن نكره الموت قال لا no rather بل it's at the time of or at the moment of death ده في لحظة الوفاة if he is given glad tidings اللي هو المؤمن لما بيتيجي له البشريات لما بتقول البشريات اللي هي glad tidings بيعمل of the mercy and forgiveness of Allah بمغفرة الله ورحمته he loves to meet إيه الله وبالتالي الله سبحانه وتعالى إيه إيه يحب لقاءه أما بالنسبة ل الكافر if he is given the tidings of punishment لما بيجي له بقاء إيه البشريات ولكن بتاع العذاب آآ فهو بيكره لقاء الله he hates to meet الله وبالتالي الله سبحانه وتعالى he hates to meet him طيب إذن عندنا في لحظة الموت في ملعكة بتيجي بتبشرك سواء بالجنة أو بالنار أو بمنزلتك عند الله سبحانه وتعالى طيب لما الملعكة بتبشرك أو بتبشر المؤمن بيبقى نفسه روحه تطلع يبقى بيتمنى إنه يقابل لك الله سبحانه وتعالى ويتمنى إنه السول روحه to be taken out فهسين روحه تخرج بسرعة عشان يروح يقابل الله سبحانه وتعالى لأنه يحب لك الله أما الروح بتاع الكافر escapes تهرب escapes from the angels من الملعكة طيب الملعكة تهرب لا أزا ريزالت بقى نتيجة لكده the angels pull out their souls forcefully forcefully يعني بالعافية forcefully اللي هي غرقة والنازعات غرقة اللي هي الملعكة اللي بتنزع الروح بشدة فأول آية عندنا اللي هي والنازعات غرقة يبقى by those اللي هما الملعكة يعني who rest violently اللي هما بينزعوا الروح violently violently يعني بقسوة تمام وقلنا الملعكة دي keep on pulling بيستمروا في السحب until the soul has been completely brought forth from the body لحد من الروح بيعدوا يتشدوا فالحد من الروح تخرج من الجسد then it would be requited for its deed تحسب على الأعمال بتاعتها بعد كده عندنا النشطات نشطة اللي هي روح المؤمن بقى بكل نشطة ومرنة مع الملائكة بتخرج مع الملائكة بسهولة فهن هنا بنقسم الله يقسم بالملائكة التي تسحب روح المؤمن بلطف يبقى those who glide معذرة those who draw out gently اللي بيسحبوا بإيه برفق وبلطف طيب السابيحات السبحة هي الملائكة التي تسبح بين السماء والأرض تسيروا بإيه بأمر الله سبحانه وتعالى نفس الكلام في السابقات السبكة في مدبرات الأمر فعندنا السابيحات السبحة those who glide اللي هما طلعين نزلين يعني glide swiftly يعني بمرونة ascending and descending يعني صعودا وإيه ونزولا فالسابقات سابقة السابقات السابقة those who press forward as in race اللي هما بيتسبقوا كأنهم في إيه كأنهم في سباق طيب بيتسبقوا على إيه على تنفيذ الأمر الأسبوع سبحانه هيسنين هيسنين يعني مسرعين هيسنين يعني مسرعين to fulfill the command of الله لأنهم يوفوا أو يقضوا أمر الله سبحانه وتعالى والليه ثاني to outrun يعني to outrun يعني يسبقوا يعني run يجري outrun يجري يسبق the devils يعني يسبقوا الشياطين ليه أو إمتى when conveying revelation بس سابقات سابقة معناها برضو الملائكة اللي بتسبق في وقت نزول الوحي على الأنبياء عشان يسبقوا الشياطين من استراك السمع طيب استراك السمع يعني إيه كما يقول الملائكة أو الشياطين بتستراك السمع أو بتحاول تستراك السمع يبقى eavesdrop eavesdrop يعني يحاول يستراك السمع طيب فالمدبرات أمر اللي هم those who carry out the command of Allah اللي هم يحملون أمر الله سبحانه وتعالى دي ملائكة الله سبحانه وتعالى appoints يعني ربنا بيعينها to control many of the matters يعني هم يتحكموا أو يتحكموا في كثير من الأمور in the universe في الكون in both the upper and lower realms يعني في الممالك العليا والسفلة زي زي rain المطار vegetation اللي هي الخضرة أو الزرع trees الأشجار أو الأشجار winds الرياح seas البحار fetus اللي هو الأجنة الجنين يعني في البطن animals اللي هم الحيوانات paradise hell الجنة النار and so on وهكذا طيب يوم ما ترجف الراجفة يعني يوم القيامة أو يوم النفخة في السور إلا يحصل الأرض هترجف يبقى on the day when the earth when the earth is shaking تحتاز violently بعنف أو بقسوة ده بيحصل إمتى by the first trumpet blast trumpet blast اللي نفخة في السور طيب النفخة في السور معناها it signals يعني it will signal يعني هتشير إلى حاجة signal جاء من إشارة هتشير على the onset of the hour اللي هو قيام الساعة مسترحة كثيرة جدا ومفيدة جدا onset of the hour اللي هو قيام الساعة تتبعها الرضيفة لأن ترضفها يعني وتأتي بعدها النفخة الثانية يبقى full by the second trumpet blast قلوب يومئذ واجفة يعني ترتجف كم الترتجف أو بالدق كده اللي هي pounding يبقى on that day في ذلك اليوم hearts will be pounding القلوب هتكون بترتجف ليه they will be troubled by the intensity of what they see يعني هيكونوا مرتجفين أو خايفين جدا من فضاعة أو قوة ما يرونه وما يسمعنه أبصاروها خاشعة their eyes would be downcast downcast يعني خاشعة يعني خاشعة يعني humbled يعني ذليلة and brought low ومنخفضة لأسفل طيب fear اللوالخوف will have seized their heart كم السيز يعني يتملك أو يسيطر على يكونوا مسيطر على قلوبهم and they will be stunned by panic يعني هيفزعوا بذلك الخوف يعني أو يخافوا من ذلك الفزع and overwhelmed هيتملكهم regret and sorrow الندم والحزن the disbelievers اللي هم الكفار في الدنيا ديول بقولوا بقولوا by way of denial عن طريق الإنكار بقولوا أئنا لمرددونا في الحافرة will we be restored to our former state هنعاد restored يعني وعاد هنعاد للحالة الأولانية حتى after we have turned into crumbling bones حتى ما إننا يعني عظام متفشفشة في الأرض هنرجع تاني لحالتنا الأولى قالوا تلك إذن كرة خاصرة يقول لك حتى لو ده حصل هنكون إحنا خسرانين we would indeed be losers طبعا ده بيقولوا كده بسبب إيه out of ignorance ده بسبب جهلهم of الله 's might لقوة الله سبحانه وطعالا and showing audacity and disrespect وبيظهروا عدم الاحترام towards him تجاه الله سبحانه وطعالا فربنا بيرد الله سبحانه وطعالا الله replies to them عشان يظهر لهم إن الموضوع سهل to show them how easy this is for him فإنما هي زجرة واحدة it will be just a single blast الموضوع فإذا هم بالسهرة يكونوا على سطح الأرض they will be on the surface of the earth standing and looking around الله سبحانه وطعالا will gather them judge between them on the basis of his just rule and he will require them ويجزيهم على أعمالهم ويكون في الفيديو اللي بعده إن شاء الله سنتكلم عن قصة فرعون وموسى بإذن الله وكذلك نكون خلاصة المصطلحات عايزك تذكرهم أكتر من مرة وأنا أحاول أسيب لك السكريبت بتاع الفيديو الإنجليزي اللي هو لسه ينزل بعد ده أسيب لك السكريبت في كل المصطلحات دي هي مكتوبة على الشاشة قدامك إيه بس أن أسيب لك السكريبت كامل تحاول تذكره مرة واثنين وثقات قبل ما الفيديو ينزل عشان ما الفيديو ينزل يبقى بالنسبة لك مألوف وسهل وكده نكون وصلنا نهاية فيديو النهاردة جزيكم وخيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته